هلو زيكو يا حلوين النهاردة هنعمل مع بعض زبدة المورنجا ترتيب عالي جدا 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 اعلى من اي لوشن او كريم ترتيب عملته قبل كده حطيت في مكونات حلوة جدا علشان تديني ترتيب حلوة قوي للناس اللي جلدهم ناشف ودي الجسم حلوة قوي للناس اللي عندهم كمان اجزيمة ومرطبة حلوة قوي في الشتاء اول حاجة معايا خمسمية وتلاتة جرام من الماء المقطر هضيف عليهم اه جرام ايديتا دوب الايديتا كويس قبل ما ابتدي اضيف بقية المكونات والايديتا بتقضي على عسر الماء دي وظيفتها هضيف عليهم متين جرام من خلاصة الصبار المائية واقلب وهبتدي اضيف بقى مواد الترتيب بتاعتي معايا عشرة جرام من البنتينول البنتينول اللي هو الفيتامين بي فايف طبعا اه رهيب في الترتيب وهو بيتحمد لغاية درجة حرارة سبعين فما تقلقوش اه خالص ان انتو اتاخدوه اه اه يفحمان مائي على نار مباشرية مش مش هيضيع مفاوله هضيف عشرة جرام من اليوريا واليوريا ده طبعا من اقوى المرتبات للجسم رهيب جدا 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 اه عشرة اه جرام يعني انا واحد اه في المية فقط هو ما اسمح لكو تضيفه لحد اه عشرة في المية عشان تبقوا عارفين اه وهضيف عليهم اربع جرام من الالانتوين الانتوين برضو اه مرتب حلو جدا وكمان مانع تحسس معايا خمسة اه جرام من سمغ الزنسان اه هدوب هدوبهم في خمساشر جرام من الجليسرين سمغ الزنسان بديني استقرار للاستحلاب في الطور المائي وكمان هو مرتب رائع جدا اضيف الخليط بتاعي اللي هو سمغ الزنسان مخلوط بالجليسرين للطور المائي بتاعي وبكده الطور المائي بتاعي جاهز على انه يتاخد على اه حمام مائي على نار مباشرة وحبتدي اشتغل دلوقتي في الطور الزيتي جميع الخلاصات والزيوت انا اجابها من مصنع الابجي هبدأ دلوقتي في الطور الزيتي وهضيف خمسين جرام من زيت المورنجة زيت المورنجة ده لسه معصور جديد عشان كده لونه فاتح شوية ما هو مع الوقت بيغمال اضيف عليهم كمسين جرام من زيت الججوبة زيت الججوبة مستو انه هو بيلائم جميع انواع البشرات وهو زيت شمعي هضيف عليهم خمسين جرام من زبدة الشاية زبدة الشاية طبعا من احلى الحاجات للبشرة وهبتدي اضيف الشموع اربعين جرام من ستريل الكحول اللي هو اللانت او وعشرين جرام من هتلاقوها على المواقع تحت اسم ستيرت عشرين اللي ما عندوش كمية الشموع دي كلها ممكن يستبدل الشموع كلها بالاواكس وعشرين جرام من شمع جي ام اس اللي هو جليسريل مونو ستيريت وعشرين جرام من ستيل الكحول اللي هو اللانت ستاشر وخمستاشر جرام من الستيريك اسد وده الطور الزيتي بتاعي هاخد الطورين على حمام مائي على نار مجاشرة المية لازم تغطي خط الشمع علشان يدوب كويس درجة حرارة الطور الزيتي تلاتة واربعين اتنين واربعين زي ما انتش شايفين كده والطور المائي اتنين وتلاتين يعني ممكن اضيف الطور المائي للطور الزيتي نقلتهم في بيكر اوسع وعلشان كمان انزل درجة الحرارة اسهل وكمان اقدر اضرب بالهاند بلندر براحتي وهنا انا بضيف المايكا المايكا مسمح لكم لحد اتنين جرام انا ضفت اقل شوية عشان مش بحب الالوان الغامقة وهبتدي اضرب بالهاند بلندر اشتركوا في القناة موسيقى 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 ان درجة الحرارة اقل من اربعين اتنين وتلاتين طلعت معايا هقدر اضيف بقية مواد الطور البارد وهضيف عشرة جرام من الفيتامين اي طبعا الفيتامين اي انتي اوكسيدنت موسيقى 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 وادلوقتي هضيف اربع جرام من الزيت العطري بتاعي لكو حرية الاختيار انا ضفت زيت عطري المشمش اضيف ستة جرام من المادة الحفظة. انا ضفت من تقدروا تضيفوا اي مادة حفظة مناسبة عندكم. مسلا تقدروا تضيفوا في نوناب. هيبقى حلو او برضو. او جرميل بلس يعني اللي عندك. انا هنا بعمل اختبار ال bei exist. فباخد اه اه خطة افادي. انا هنا بعمل اختبار عينة صغيرة من الكريم بتاعي في ماء مقطر وبقلب وهبتدي ان انا ايس البياتش. البياتش تلع معي رايح على الستة. انا عايزة يعني في حدود خمسة خمسة ونص. فهوريكو دلوقتي ازاي هنزل البياتش. معي كمية بسيطة جدا من ملح اللمون هضيف عليها ماء مقطر وقلبهم كويس مع بعض. وانزل بنقاط بسيطة منها على الكريم بتاعي. هينزل لي البياتش على طول لان انا عايزة نازل حاجة بسيطة جدا يعني. بقرر نفس الموضوع تاني خدت عينة صغيرة وبدوبهم اه حاجة بسيطة كده مش بدوب كله يعني في الماء المقطر وهبتدي انزل بورقة بتاعتي وايز درجة البياتش. البياتش تلع اه معي هنا زي ما انتم شايفين كده. يعني انا شايفها خمسة وشوية يعني. فشايفها معقول جدا. نقدر نول على الهي خمسة. موسيقى 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 وده كريم زبدة المورنجة نجربه بقى مع بعض عشان نشوف عمل ازاي على الجسم هاخد كده حاجة بسيطة ونجربه مع بعض ريحته حلوة جدا ومفعوله مفعول حلو قوي بناعم جامد جدا طبعا ترتيب عالي موت وسريع الامتصاص ولو عجبك الفيديو ياريت لايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس وكمان تسبيلي كومنت وشكرا جدا على المشاهدة